اشتركوا في القناة 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 فاندي سكر الخاشن يعني سكر سنيدة فانا ادرت سكر غلاسين مو مع الحجر الصحي مفيش مصحي وبالتو ادرت المهنة يسخون باش غدي انخلط غدي انخلط كل شوف الخلط الكهربائي هيكي سقسيوني على الخلط الكهربائي اللي عندي او العجانة عفوان الكهربائية فانا عندي هاد صغورة ديال بوش تقريبا ستزو 1 كيلو ديال دقيق انا ماكن سعبنش فاتحين بزاف يعني تقريبا ماكسموم سندير 1 كيلو ونصف زوينا البنات كنت خليتها هادا شحال بشي 1.300 1.200 على مقاطن لانا مش حالة ديوية عندي وصراحة زوينا البنات نفعتني غير انتو مردو البال لانا كينين بعض الناس اللي هادا ما تبقى شقابت لهم زيان تبدا يطيح غير حاولوا انكم نتبغوا تزولوها زولوها في نفس الاتجاه بحال هاك مثلا فال يعني مشي مثلا تكون انتو مهنا في الجنب وتبدو كتتتعافروا معاها يعني بالقوة حاولوا تحيدوها غير شوية غير بالعقل بس هكا هادا ما كيبقاش يلعب ليكم سافي وتبرك الله كتعجن مزيانة بالنسبة لي نحنا يا را كافيانو موني بغلو مومو انا را كافياني نوك غدي اندوزو ان شاء الله لطريقة تحضيرها ساهلة وبسيطة وعادية جدا تقدروا تستعملو كذلك القسرية غدي تجيكم يعني تعجنو بيدكم غدي تجيكم ان شاء الله العجين ساهل نوك بالنسبة للفينو او لا سبيسيال فهدا هو الشكل ديالو خصوصا تستعملو في البغرير في المسمان في العجين ديال الخبز بالنسبة للطريقة سهلة يعني تقدروا تعجنو في العجانة الكهربائية كما تقدروا تعجنو في القسرية غدي نخلطو المكونات كاملة وبنسبة لبنات الماء فبنسبة الماء فغسو يكون دافئ غدي نضيفو شوية بشوية حوله وبنسبة لا تضيفوش كمية كبيرة ديال الماء باشا كما يجيكمش للعجين جاري عادة تبقى وعاوتاني من بعد تضيفو في الدقيق فما غديش يجيكم ناجح من الاحسن نضيفو غير شوية بشوية حتى كتحصلو على القوام ديال المسمان بالنسبة لبنات العجين اول جمع لي هنا ربقيت كنضيف شوية بشوية ديال الماء حتى حصلت عليها ديال العجين كما تشوفو معايا بهات الشكل هذا يعني ما تكونش مطلق بزاف وما تكونش عاود قاسح بزاف سنحاول للناس انا نقرر بيليكم العجين بشوفو الشكل دياله وذيك اللي معايا قال البناس ديال السكار فهي كتتحصلين العجين ديال المسمان يعني كتبقى واحد المحاسي اللي هو طبيعي كما تشوفو غدي ندهنو شوية بالزيت خصوصا بالنسبة للمبتدئات يعني تنقول هاد النصائح يعني زيت باش هكا العجين ما تنشوفش لينا وتيولي ناشفي يعني بحل كتكون واحد لقشرة من الفوق وبني كان بغيو نطلقو فهو بحل كي بداي تقطع لينا يعني كينشوف بالنسبة لبنات العجين من الاحسن من الاحسن انكم تخليو يرتاح في التلاجة انا خديته هنا يرتاح غرفق القسرية على برا ولكن ثم من الاحسن لبنات باش تبعو الوصفة كيفما هي كينا في القناة ديال الشاف الزيدي فهو خلاها ترتاح في التلاجة يعني تقريبا واحد ربع ساعة ولا نصف ساعة على حسب الوقت اللي عندكم مانا لبنات خليسو هنا يرتاح لي غير على برا سفي من بعد بديت كندير هاد الكويرات بهات الشكل هادا بينسوك الكويرات تبقاوا على حسب الضغط ديال كل واحد فيكم مش كيبغين نسمنها ككبير ولا صغير ولا تقدرو تحضرو بيها كذلك كمليويات وبنسبة لهاد العجين فتقدرو كذلك تحضرو بي بسيتلا سراع الفيديو يعني كينا في القناة ديال الشاف الزيدي يعني شارك معنا واحد الوصفة باش نحضرو بيها كده بسيتلا هانا لبنات من الاحسن انكم هاد الكويرات تحطوهم مباشرة تودعوهم يعني في واحد البلاطو مديروش الخطأ اللي درس انا لاننا بالي بقى معاك سوير ونزلتهم مباشرة فوق القسرية هكا باش ما تقوش هزو تحطو تخسرو الشكل ديالهم دونك هنا وبينسوا غتغطوهم باش يرتاحوا يجوكم سهلين باش تلقوهم هدا عندي اغريش بقاتلي واحد لكمية فانا سخنتها فهدا الطويجين صغور سافي وغتين دون ان شاء الله هنطلق في المسيمنات ديالي يعني بينسوا غمني كتغطوهم بناسب البلاستيك فهما كيرتاحوا كيجوكم سهلين باش انكم تسرحوهم سافي هنا كيملتشوفوش هنطلقو العجين ديالنا بطريقة المسيم العادي جدا اغريش بالنسبة للناس اللي ماشي من المغرب اغريش هما البقايا ديال الخليع يعني منيتي طيبو الخليع تبقى داكشي اللي تبقى لتحت كيبقى هاد هاد التفرتيت هادا ولا هاد البقايا اللي كتكون صغيرة لان الخليع كما سعنا عرفو تيكون في قطاع ديال الحم كبيرة هذا غير التفرتيت ديال الخليع باش كيجينا هكا سهل نوزعو في المسيمنات وتيكون خاص من طبعه الحل المسمن سافي اغمقى غدا على طريقة تنسى للكميه ديالي وبينسوا غنا غدي نشارك معاكم واحدة واحد لفخص اخرى اللي ان شاء الله ساهلة وكدي احتاجي لدي دا بساف بالنسبة للحشوة الثانية البنات اولا التعميرة اللي غندي نعمر بها المسمن هي جبلي كيما تشوفو هنا عندي جبلي استمعها شوية ديال الزعتر وقدرت الكمية الاخرى وقدرت احتى بهاد بهاد الجبلي يعني وزعتر كما قلت لكم عادي البنات كيجيب بنين 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 بساف عادي واحد لما دا قرائع جدا وانا بنات شخصيا هاد المسمن هادو ديال يعني ديال جبلي او ديال الزعتر تعجبني مني نبغي ناكلو ونسخنو ندير معا عسيلة عادي ذاك الخليط ديال الملوحية مع الخليط ديال الحلوات يا سلام عادي بنات كيجي لديت بساف سافي هنا رسالي تلمسي منت ديالي هنا تقريبا نردرت واحد شحال درت تقريبا واحد تلاتة وعشرين مسمنة ولا ولا ومو تقريبا ديال اسبوع لانني مهم حسن لرمدان ان شاء الله ونعود ندير واحد الكمية اخرى ونديره ان شاء الله بواحد الحشوة مختلفة يو سافي هنا كيما تتوفو انا كان طيبو حقا بنسبة لمسمن مش غادي نطيبو بزاف غادي نطيبو تقريبا غين سطيبة باشا كمني كان ديرو في المجمد ونجبدو فانا دغية غادي نكملو الطياب ديالو وما يتحرق ليش وتيجي بحالة بقي جديد ويا الله طيبته وصراحة انا ديالعجينة اللي بنات نصحكم به تيجي رائع رائع جدا وتيجي مورق فال هنا كيما تتشوفو يعني كيجي مورق وتيجي بحالة بحالة كيما تتشوفو هنا عندي نسكيلو ديال اللوز غادي ندفع ليه الماء الساخن نخلي يرتاح شوية باش نفسخوه وهنا كيما تتشوفو كان عندي اللوز عندي واحد نسكيلو البارحة اللي بنات اغسلته ودرته هنا باش نشوف البالكو عاد غادي ننقيه اه دونك بنسبة لبنات اللوز هذا كلمة ديالو كيما تتشوفو رتيي ولي ماغون يعني تتلقو فمن الاحسن انكم تشلو بالماء البارد عاد تبدو تفسخو فيه بحالة كولا تنقيوه باش اكدو كل ويزاة ديالكم ما كيتوسخوش وتيولي وفحد اللون بحالة ماغون بحالة يعني من الاحسن انكم زولوا هذاك الماء ونقيوهم يعني ما يشلو يعني بالماء البارد عاد بدو تفسخو في اللوز ديالكم كيما كنت لكم بنسبة لكمية تعلوز فانا استعملت نصف كيلو اه صافي هنا كيما تشوفو معايا فمن بعد ما نقيسو غدي نعود نحطو هنا فوق واحد المندي لهكا في الكوزينة غيباش نشفليه لاناو خاصو يكون ناشف 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 ميبقاش فيه لما باش اكدو تسقا ديالك تقرميشة ديالو في السفوف بنسبة للدقيقة لبنات هنا عندي سقريبا كيلو اللاروب دونك كيلو اللاروب فانا درت سقريبا نسكيلو وستعليه واحدة رابعة ديال الفينو او لا سبيسيال لانا البنات انا تعجبني يكون حرش ما تعجبنيش البنات السفوف يكون رطبت نوك على حسب كل واحد فيكم اللي كيعجبها السفوف رطبت دير غير تقيق اللي كيعجبها مثلا يكون حرش بحالي انا انا صراحة ما تعجبنيش لديك السفوف ليس يكون رطب بزاف ذلك اللي كيبقى وحلف لها انا فيعدة شخصية انتي بقى يبرزطني صراحة ما تعجبنيش بزاف من هذا البنات سفولي تعجبنيش يكون حرش فالا دوك غديد نديرو الاعدة البنات المرحلة صراحة اللي عدبتني في السفوف هي اه فاش بغيت نحمرو في الفران هي صراحة احسن الطريقة هي الكوكوت انكم تحمرو في الكوكوت كما قاتلي يا ماما ولكن انا راسقها صح درتو البنات في الفران ميخدالي الوقت نوك مو يمخليتو البنات يتتحمر وبالنسبة للزنجلان فهو نشف هنا يا نوك حاوز انني غين نقيد غيالة باقي في ششة وايب سافي او غادي نحمرو فالا الناس من الاحسن انكم تغسلوه عاد فاش نقيم باش كيتحيل منذ دكتراب والوسخ وهذا وبيسوا قديرو الفشي صفاية ولفشي غربال عندكم معوينات ورقاق باش ما كي يطاحش ليكم وبالنسبة للتحمر واحد الحاجة بالنسبة للبناتك يقولو يعني ان نصفو كي يجيو ممر المرورية البناتك تجي منزل جلان يلك ترناليها العافية يعني هكا يلها حمر ناسكي ولي حمر بزاف فوت يطلق واحد المرورة من الاحسن الناس اننا نحمرو غير واحد شوية غتلع معها السخونية هكا شوية وصافي بالنسبة للتحمر اللي يعطي الناس ما تتحمر تسخفني شفت يا راسي قاسح انا قلت لي ماما ندير الكوكوت وانا خاصنين ديل الفران حيط لي خليكم اناكس كنشوفك ديل الفران من الفران هو ما كان عندهم ديل القازة ذاك العادية جدا اللي كتعرفوا ديل الشحالات دية بما ان ما عنديش البنات الغربة لي تكونوا عونات ورقة قادك سرحة ينفع بزاف الوصفات هادو فانا غربلت الدق يعني ولا بد من غربلو غربت صفايا هادو لانا تبقوا فيدو كتاك التولات ديال بقى كما تشوفو تكونوا قاسحين فهادو قد يخسروا لينا العجين ديال اسفوف دونك بالنسبة البنات اللوز فانا قليتو غيرو كان باش اللوز البنات يجيكم مقرمش ماشي تقليوه في الزيت تخون الا هتنزلو الزيت فالمقلة ويباردة حطو فيها اللوز ديالكم وخليو يتقلى رضغية غديتقلى ليكم غيرو كان هنا بالنسبة للوز البنات انا ما هرمشتوش بزاف يعني خليتو يعني ما نيلتوش كما تنقولو يعني خليتو واحد شوية هكا نفرشش كما تشوفو وبالنسبة هذا الزنجلان فهو كذلك النص درتو يعني طحنتو مزيان والنص خليتو شوية بينو بين وستبعد الحبات اللي هي مقصاش يعني ما طحنتها موالو باش كي يجيني شوية حرش مهم انا البنات كان قادو تنعود لكم اوميمطو وهنا عدرت البنات تقريبا واحد اللي معلقة كبيرات ديال هاد البنات راه زنجلان كانت قطية واحد الكمية هي اللي نيلتها بات الشكل هذا وزنجلان كما قلت لكم راه درت نص كيلو كذلك ودرت معلقة ديال المسكة الحورة اللي انا طحنتها كذلك مع شوية ديال سكر سنيضة باش عوني انني نطحنها درت معلقة القرفة وهنا يرني شوية ديال تقريبا عندي واحد نص ديال جوزل اللي انا حكيه سبينسوق الجوزل بنات فهي ستتقى على حسب الطوق وحتى القرفة ستتقى على حسب الطوق شوفونتو ما وشة تعجبكم ولا لا وهنا عندي ينسون او النافع دونك النافع خذيت تقريبا نغي واحد المعلقة بينسوق من بعد مغسلته ونقيته وحمرته وغيه واحد شوية ماشي بزاف سوف يطحنتو وزيتو هنا عندي ميتين قرام هالبنات باش نخلط عندي ميتين قرام ديال الزبدة هادي الزبدة ديال العبار ديال سنتخال فالا دونك هنا حاولت انني ندوبها غيرو كان خليو شوية فوق النار ماشي البنت احتى التحرق عندكو تخلي وتتحرق مغير شوية باش كي تحيي ديالت بخرى داك الماء لان البنت داك الماء وولاك يخلي صفوف ما كيبقاش داك اللوز وهذا مقرمش يعني كيبقى بحالة بحالة غامل بحالة كيبرد من الاحسن البنس انكم تخلي وديك بدي تحييذ منا الماء هنا بنيس بلد النواشف فانا غندخلو مع بعدياتهم انساجموا مع بعدياتهم جيدا هم اللوالا عاد غديندوزوا باش نخلطوه عادي البنت وضيلا احساس رائع فاش حضرت بحديتي تجدر لنا الحجر موال فكل عام ماما يليسا تصايبو وتتعطيني حقي ولكن هدا اول عام والحمدلله جا تزوينا البنت صراح هاد الحجر البنت والله القسم يلا فيه بصرف لحاجات زوينين مهم كنتي زوينو الحيات الجميلة سافي هنا البنت كما تشوفو ضفت تقريبا واحد الكاس ديال زيت الزيتون وضفت هنا هي العسل العسل الكمية ديالو ينسوك تتقع على حسب الضوغ شوفوا انتوما يعني الكمية وش كتبغيوا حلو ولا ومهم على حساب يعني الضوغ ديالكم سافي وانا غدي نبدا ان شاء الله نخلط وندعك هاتشتي ونخلط مبعد ديالو حتى غدي نساجم و سافي وانتوما معاي بشوف ان شاء الله شكري معا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بجاء اللحال كيبقى على حسب الضوغ يعني كل واحد كيفاش يبغى يقدم صفوف ديالو فهناخديس هاد القالب هادا كما تشوفو ديال يا لانا نالبت انا هنا مدرتشو واحد الكمية كبيرة بساف اه انا صراحة مرفتش نشوف ماما ستديروا يعني فدبوات وكتدع ليهم باش يعني كم قوهم هتفضين عليهم المدة طويلة يعني تقريبا شهر كامل ولا تقريبا نار اكثر انا كنعقلت يبقىولين الصفوف يحتف من بعد احتف شوال ومن بعد يعني كم قاون ناكلوهم صافي بالنسبة للتزيين هناك كيفما تتشوفو انا زينتوا بتشكل هذا عتل بنات كنت منزلوا واحد لويزات يعني نقصهم باش انا نزين بيومين فقط صباح لقيت الفاردة زعليهم بالليم فانا زينتهم بالقرقاع كيفما تتشوفو جادوا الشكل نهائي صراحة جاني جزوين بالساف وخا اول مرة غادي نصوفو ميجا رائع رائع جدا وفرحانة لانني حضرتو وانتظوا ان شاء الله باش نحضروا واحد الشرمولة اللي غت هنين بزافة شهر الفازيل فبالنسبة لهذه الشرمولة ان شاء الله فغديت نفعكم بزاف بزاف خصوصا اننا نقدرون نحتفظو بها غير في كلاجة مهم خليكم معي حتى الاخر الفيديو باش نقول لكم اولا نوريكم كيفاش تقدرون تحتفظو بها يعني اي حاجة في اللي سوس في الشرميلة ديال ديال الدجاج ولا ديال اي حاجة تقدرون تحتاجوا فيها القصبر ومعدنته وكذلك المهم هنا كما تشوفو عندي واحد جوجة ربطات ديال القصبر ومعدنوس وقبي لكيف ما وردكم الزنجلة فكاش منزل احدهم القصبر ومعدنوس باش نشفلي لانا ما خاش يبقى فيه الموهد باش اننا نقدرون نحتفظو بها لأطول مدة ممكنة عندي تقريبا واحد الربعة تعريوسة ديال التوم لانا نقيتهم عندي فلفلاء خضرة في واحد السوداني واخر محرش في السف عندي واحد الوراقة ديال الرند عندي كذلك زيت الزيتون عندي التحميرا والكامون ومليحة وفارا كما تشوفو هدو هما المكونات وواحد الحامض المصير كنت خدي نساها سرحة تتعطاها واحد المدق رائع رائع وروع جدا هذا بالنسبة للحامض المصير هو واحد الملاحظة يعني ردوا البال معلم الحامض تكتروهاش لان الحامض المصير كما تتعرفو تيكون مالح بزاف ففوحد لا شواغ هذا هو اللي عندي انا دماء انه عندي الكامياء يعني درجوش قبطات ديال القصبرو مع الدنس فانا قسمت هاد المكونات على جوج مرات يعني قسمت القصبرو مع الدنس على جوج مرات مع باقي المكونات درت نصف ليفلا نصف سودانية نصف حامضة مصيرة بالنسبة لورق الرن دا البنات او لورق موسى حاولوا تديرو غي النص لانه باش ما يعطيكم شديك المرورة ديالو درت هنا واحد مع القادية الكامون مهم ضفت هنا واحد شوية وكذلك غدي نضيفو التحميرا بالنسبة لخرقهم اطباقيني بعد المرات كنستعملوش اطباق اللي ما كان ديروش فيهم مثلا هذا ما كان ديروش فيهم الخرقهم او لسكين جبير وحتى بالنسبة لتحميرات تقدرو تستغنوا عليها واحد المكونات اللي تقدرو انهم تزيدوه وتيح تسراح وحد المدقى رائع لو القصبر حبوب انا البنات اللي قصبر حبوب كان طيب بيه ولكن كان خليه حتى الاخر يعني مني كان طيب شي حاجة كان خليه حتى الاخر هات كان ضيفو وتيح تسراح وحد البنا رائع جدا ايلا بغيتو تضيفو فضل المرحلة تبقى لكم لي خسيات وتيجي بنين بزاف كما تشوفو احنا اطحننا هنا يعني الشرمولة دياننا يعني هادا الكمية الاولى اللي احنا حضرنا قدينا ناخد ان شاء الله واحد لقينا ديال الزجاج اللي تكون محكمة لاغلاق قديرنا تكن تخليت هش حالة دي من ايكيا ما قلتش لبنات وش 30 درهم ولا 35 درهم ولا 25 درهم صراحة ما قلت شاي اصافي هنا من التحت وضعت واحد شوية ديال الزيت الزيتون وغد ينفرغ هنا يالكمية ديال الشرمولة عطي البنات وواحد الريحة فيها يا سلام عطي مكرس دا بننكلها مدير بحل شي طاقتين مع خبيزة سخونة الله يدي كفت انظر الله يدي وصيخطو هاد هاد شرمولة يا سلام عطي بنات شادي نقول لكم انا دا با كنت سجل لكم الأوديو وما زل ما استعملتاش في شي حاجة اخرى ان شاء الله غد ينطيب شي حاجة وكنا بنات تجيب بنينا يعني خيك تضقوها بحلقات واحد اللي بتا فيها يا سلام يعني سخطو مع الحوت مع الدجاج مع ليصوس مع السردين هكا كويرات وغادي كتجي رائعة رائعة عالبنات وغادي تهنيكم هكذا فرمدين ما تبقاوش كل مرة تقطعو القطبرو مع الدنوس قوتو ما يعني كتعرفو ديوش حويت حنا كتستعملوهم تقريبا بوحد شكل يووي يومي يعني في الأطباق دياننا فمن الأحسن يعني نوجدوهم بالشكل هذا نخليهم عندنا هاد القرعة عالبنات راتقدروا تحتفظوا بها في التلاجة تقريبا مدت 10 أيام ما تفسد ما تخسر ما حتى شي حاجة أنا وجت دي الكمية هنا ومن الأحسن نغطوها بزيت زيتون باش تبقى محتفظة لكم أكثر فال حاولوا تغطيوها البنات بزيت زيتون من الفوق واحتفظوا بغير في التلاجة هاللي تحتاجوا قد يجب دوا واحد مع علقة ولاجور وتستعملوها في الطبخ ديالكم كتجي لدي دوح فيديو وترقبوا فيديو الجزء الثاني اللي نشارك معكم فيها إن شاء الله وصفات أخرى فمتتونيش بلي لايك ديالكم برقعة واشتركوا واتلقوا في فيديو قادم بإمكاننا مع السلامة ترجمة نانسي قنقر